تلقى كاسيميرو نجم خط وسط فريق المانشستر يونيتد بطاقة حمراء في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس في الجولة 22 من البريمير ليك ليدخل لاعب الفريقين في شجار ومشادات قوية قبل أن يتدخل اللاعب كاسيميرو ويقوم بوضع كلتا يديه على رقبة لاعب كريستال بالاس ويل هيوز وبعد الاستعانة بتقنية الفيديو قام حكم المباراة بإشهار بطاقة حمراء لللاعب كاسيميرو عند الدقيقة 71 ليصبح من المؤكد غياب اللاعب كاسيميرو لمدة ثلاث مباريات عن المانشستر يونيتد وقال المدرب تينهاك أنا أتقبل قرار الحكم لكن الشيء الذي أرفضه هو عدم المثاوات بين الجميع كاسيميرو تجاوز الخط الأحمر أتقبل قرار إعطائه بطاقة حمراء حسنا وقد رأينا ذلك لكن في المقابل الكثير من اللاعبين تجاوزوا الخط الأحمر من كريستال بالاس في نفس اللقطة ولم نرى تدخل الفار إلا ضدنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر